السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في جزء رقم 6 من الفصل الثاني هنتناول الالكترونيك استراكشور طيب يعني التركيب أو البناء الالكتروني في الحياة نتعرف على شوية مصطلحات وبعد كده نبدأ نشوف الالكترونيك متوزعة ازاي في مدارات الطاقة بتاعي أول شيء اسمه الـ Quantum Numbers الـ Quantum Numbers عبارة عن إيه؟ عبارة عن The Numbers That Assign Electrons In An Atom To Discard Electron أو Energy عفواً Energy Levels يعني عدد الالكترونيك في مدار طاقة معين اسمه الـ Quantum Numbers طيب طيب الـ Quantum Shell في الحقيقة هو عبارة عن عدد الزرات عفواً عدد الالكترونيك في الزرّة اللي الزرّة بتشترك بيه في الروابط أو في التفاعلات الكيميائية وفي الغالب هذا العدد من الالكترونيك بيكون في الـ Outer Shell أو في المدار الخارجي للالكترونيك عفواً ليه الزرّات يعني عدد الالكترونيك في المدار الخارجي للزرّة بنسميه الـ Valence ليه؟ ده التكافؤ ليه؟ لأن بهذا العدد تشترك الزرّة في الـ Bonding في الروابط مع زرّات أخرى أو في التفاعلات الكيميائية الإلكترونيك في دي أو السالبية الكهربية describe the tendency of an atom to gain an electron إحنا قلنا سابقاً أن الزرّة متعدلة كهربياً يعني عدد الإلكترونيك المجابة عفواً قد عدد الشحنات السالبة اللي هي الـ Brotons طيب عشان تزيد السالبية الكهربية يبقى الإلكترونيكاتيفتي اللي هي السالبية الكهربية عبارة عن إيه؟ هي ميول الزرّة لإكتساب إلكترون لأنها لو اكتسبت إلكترون هتزيد شحنتها السالبة وبالتالي سميناها الإلكترونيكاتيفتي ترجمة نانسي قنقر